وسط تبادل للاتهامات بخرق الهدنة في محافظة الحديدة تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها لإتمام عملية تبادل الأسرة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المدير القيمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية فابريزيو كاربوني أكد في بيان له أن أمام الأطراف المتنازعة نحو أربعين يوما للتأكد ما إذا كانت القوائم المتفق عليها دقيقة وأن الأشخاص الموجودين محتجزون فعلا كاربوني أوضح أن عدد الأسرة الموجودين في القوائم التي تم تبادلها بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي تقدر بنحو 16 ألف شخص مؤكدا أن عملية التبادل تستغرق عشرة أيام من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضاف كاربوني أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد حقوقيون نددوا بنوية ميليشيا الحوثي التي تسعى من خلال الاتفاق إلى استبدال المختطفين لديها بأسر الحرب الذي نسقط في المعارئ إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية تكثيف الميليشيا من عمليات الاختطاف التي تمارسها بحق المواطنين في المدن الواقعة تحت سيطرتها ولا سيما في محافظة الحديدة التي لا تزال تشهد معارك عنيفة على الرغم من الهدنة المعلنة يكاد ملف الأسرى هو الملف الوحيد الذي اتفقت خلاله الأطراف في مشاورات السويد بعد أن فشل المتحاورون في التوصل إلى تفاهمات حول ملف تعز ومطار سمعاء والبنك المركزي